بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين أما بعد حياكم الله ابنائي وبناتي الطلبة والطالبات في الصف الثاني تنوي مسارات مادة الرياضيات ونبدأ على بركة الله درس اليوم وهو تهيئة للفصل الدراسي الأول والتهيئة عبارة عن عمليات حسابية نحتاجها خلال دراستنا للفصل الأول من هذا المقرر هي عمليات بسيطة سبق للطالب أن استعرضها في مراحل سابقة لكن لابد من مراجعتها لكي نتهيئ لاستخدامها خلال الدروس القادمة إن شاء الله نبدأ على بركة الله ببعض المسائل أوجد الناتج في كل مما يليه عندما يكون لدي عددين أحدهما موجب والآخر سالب فنقوم بعملية الجمع بين عدد موجب وعدد سالب طبعا العدد السالب أصغر ولذلك نتوقع أن تكون النتيجة موجبة 15.7 عدد موجب و3.45 عدد سالب فبطبيعة الحال بإجراء عملية جمع بينهما سيكون النتيجة موجب 12 و.25 هذه مسألة الأولى المسألة الثانية بالنسبة للمسألة الثانية أوجد الناتج سالب 9.8 مضروبة في 6.75 عدد سالب مضروب في عدد موجب فبطبيعة الحال العدد سيكون أو الناتج سيكون عدد سالب 9.8 مضروبة في 6.75 سيكون الناتج 66.15 السالب بسبب أن العددين أحدهما سالب والآخر موجب ننتقل إلى مسألة أخرى 4 تقسيم سالب 0.5 نستطيع استيراض هذه المسألة بشكل مبسط 4 هي عبارة عن 4 مقسومة على سالب العدد نص 4 مضروبة في سالب العدد 2 فسيكون الناتج سالب 8 إذن الناتج في هذه الحالة سالب 8 أوجد قيمة كل عبارة فيما يأتي إذا كانت لدينا مجموعة من القيم A تساوي سالب 3 B تساوي 4 C تساوي سالب 2 نستعرض مع العبارة الأولى 2B ناقص 5C المطلوب هو تعويض قيم المتغيرات في هذه الحالة B والC متغيرات نضع قيمها المفترضة فستكون العملية على النحو التالي 2 مضروبة في B قيمة B موجب 4 ناقص 5 مضروبة في الس سالب 2 نجري عملية الضرب أولا فال2 في 4 تعطينا 8 مطروحا منها 5 في سالب 2 السالب نحتفظ بها الآن ونضرب الموجب 5 في سالب 2 فسيكون الناتج سالب 10 الآن 8 سالب سالب 10 يعطينا 8 زائد 10 يكون الناتج 8 هذا بالنسبة للمسألة الأولى المسألة الثانية B تربيع ناقص 3 B زائد 6 كم متغير عندي موجود هنا في المسألة الموجودة أمامي هو نفس المتغير B تربيع و B إذن التعويض سيكون في متغير واحد وهو قيمة ال B ال B فقط إذن أنا عندي ال B تربيع عبارة عن 4 تربيع مطروحا منها 3 مضروبة في 4 مضافا إليها 6 4 تربيع 16 مطروحا منها 3 في 4 12 مضافا إليها 6 16 و موجب 6 تعطينا موجب 22 مطروحا منها سالب 12 أو عفوا مضاف إليها سالب 12 22 مضاف إليها سالب 12 يعطينا الناتج في هذه الحالة 10 إذن 10 قيمة موجبة لهذه المسألة نستعرض المسألة التالية 2A زائد 4B زائد C كم متغير عندي أحتاج هنا إلى تعويضه لدي المتغيرات الثلاثة إذن 4 في B 4 مضربة في قيمة B 4 مقسومة على قيمة C سالب 2 تساوي 2 في سالب 3 تعطينا سالب 6 مضافا إليها 4 في 4 16 مقسومة على سالب 2 تعطينا سالب 10 مقسومة على سالب 2 عفوا موجب 10 موجب 10 تعطينا موجب 10 مقسومة على تساوي مرة أخرى 2 مضربة في سالب 3 مضافا إليها 4 في قيمة الأربعة بمقسومة على سالب 2 فتعطينا سالب 6 مضافا إليها 16 مقسومة على سالب 2 إذن تعطينا موجب 10 مقسومة على سالب 2 فيكون الناتج سالب 5 إذن النتيجة النهائية سالب 5 ننتقل إلى المسألة الأخرى أو نوعية أخرى من المساء المثل في المستوى الإحداثي المستقيم 3x ناقص y يساوي 6 مسائل من هذا النوع تحتاج فيها إلى تعويض أو إيجاد قيمتين لنقطتين على المستوى الإحداثي بحيث أن الخط المستقيم الواصل بين النقطتين يمثل المستقيم المطلوب إذن لدينا 3x ناقص y بإعادة ترتيب المسألة سالب y يساوي 6 مطروحا منها 3x احتاج إلى أن تكون المعادلة بالصورة y يساوي فy تساوي 3x ناقص 6 أصبحت هذه المعادلة هي نفس المعادلة أو مكافئة للمعادلة المكتوبة في الأعلى نحتاج لحل هذه المسألة إلى إيجاد نقاط تعويض الآن لدينا نحتاج إلى نقاط تعويض لهذه المسألة فنضع نقاط x و y نقاط الـ x تكون افتراضية نضع مثلا الصفر و الواحد المعادلة لدينا y يساوي 3x ناقص 6 بتعويض قيمة الـ x بالصفر تصبح الـ y كم تساوي؟ تساوي 3 مضروبة في الصفر مطروحا منها 6 إذن تساوي في نهاية الأمر كم؟ سالب 6 أصبحت لدينا النقطة الأولى هي صفر قيمة الـ x و سالب 6 قيمة الـ y بوضع الـ x تساوي 1 تكون قيمة الـ y تساوي 3 مضروبة في 1 مطروحا منها 6 و تساوي 3 في 1 بـ 3 مطروحا منها 6 فبتعطينا سالب أو تكون النتيجة سالب 3 إذن هنا القيمة هنا المكافئة سالب 6 و عند الـ 1 المكافئة كم؟ سالب 3 أصبحت النقطة الثانية 1 و سالب 3 إذن على شبكة التربيع نحدد النقاط الآن النقطة الأولى 0 و سالب 6 0 1 2 3 4 5 6 تكون في هذه أو في هذه تقريبا المكافئة 1 و سالب 3 في هذا المكافئة فيكون المستقيم المطلوب هو المستقيم الواصل بهذه الصورة بين النقطتين المحددين هذا هو شكل المستقيم النهائي طيب كما ذكرنا قبل قليل قلنا بأن بعد عيادة ترتيب المسألة أصبحت y يساوي سالب نص x تصبح سالب نص x زائد 5 على 2 الآن قيم التعويض التي نحتاج إليها عندما نضع قيمة x بالصفر تصبح قيمة y تساوي سالب نص مضروبة في صفر زائد 5 على 2 ويساوي 5 على 2 إذن القيمة الأولى 5 على 2 أصبحت لدينا النقطة الأولى صفر x و 5 و 5 على 2 y القيمة الثانية نضع x بواحد فيصبح لدينا y يساوي سالب نص مضروبة في 1 زائد 5 على 2 و يساوي سالب نص زائد 5 على 2 و يساوي 4 على 2 إذن يساوي كم؟ 2 أصبحت لدينا هنا 2 فالنقطة الثانية التي لدينا هي 1 و 2 هذه النقطة الثانية الآن نمثل هذه النقطتين على شبكة التربيع ثم نصل الخط المستقيم الواصل بين هذه النقطة أو لهذا المعادلة الخطية بهذه الصورة أصبحت هذا هو خط المستقيم الذي يمثل المعادلة X زائد 2Y يساوي 5 كثير من المسائل نحتاج فيها إلى آلية لتمثيل نقاط خط المستقيم على شبكة التربيع والعلى واحد من هذه الأمثلة هو المثال الموجود أمامكم الآن يقول المثال اشترى صلاح فلاجة بالتقصيد على أن يدفع 900 ريال دفعة أولى ويدفع 400 ريال كل شهر اكتب معادلة للمبلغ الكلي الذي سيدفعه بعد X شهرا ثم مثلها بيانيا نستعرض الآن ما سيدفعه صلاح في الشهر الأول كم سيدفع في الشهر الأول سيدفع الدفعة الأولى الممثلة بـ 900 ريال هذا في الشهر الأول سيدفع 900 ريال دفعة أولى زائد دفعة كل شهر كم تمثل 400 ريال طيب نفترض أنه طلبنا مجموعة ما سيدفعه في الشهر الثاني يعني بداية من الشهر الثاني كم سيكون المبلغ الذي سيدفعه صلاح سيكون 900 ريال زائد 400 ريال للشهر الأول و 400 ريال للشهر الثاني هذا الشهر الأول وهذا الشهر الثاني إذن في الشهر الثاني سيكون دفع 2 في 400 400 أولى للشهر الأول و 400 ثاني للشهر الثاني طيب في الشهر الثالث سيكون الدفعة الأولى كما هي 900 مضافا إليها 400 دفعها ثلاث مرات للشهر الأول و للشهر الثاني و للشهر الثالث فتكون بهذه الصورة لو أردنا تمثيل المعادلة بعد X شهرا بعد X شهرا سيكون المبلغ 900 مضافا إليه عدد الأشهر مضروبا في 400 ريال إذن المعادلة المطلوبة اكتب معادلة للمبلغ الكل الذي سيدفعه بعد X شهرا ثم مثلها بيانيا في هذه الحالة المعادلة المطلوبة هي عبارة عن Y يساوي 900 ريال دفعة الأولى زائد 400 ريال مضروبة في عدد الأشهر هذا هو تمثيل المعادلة أو ما سيدفعه صلاح نفترض أننا أردنا أن نعرف ما سيدفعه صلاح بعد 10 أشهر كم سيكون المبلغ الذي يدفعه صلاح بعد 10 أشهر على سبيل المثال Y ستكون قيمته 900 ريال الدفعة الأولى مضافا إليها 10 في 400 ريال مدفوعة 400 ريال لكل شهر في 10 أشهر فسيكون المبلغ 900 ريال مضافا إليها 10 في 400 أربعة ألاف ريال فيكون بعد 10 أشهر قد دفع تسعة أربعة ألاف وتسعمائة ريال أربعة ألاف وتسعمائة ريال طلب مننا في السؤال الآن المعادلة المعادلة هذه المعادلة للمبلغ الكل Y يساوي 900 زائد 400 X ثم مثلها بيانيا الآن مطلوب التمثيل البياني لهذه المعادلة التمثيل البياني لهذه المعادلة مشابه تماما لتمثيل البياني الذي أجريناه قبل قليل مع اختلاف في مقياس الرسم فقط طيب نبدأ الآن في المعادلة كما ذكرنا قبل قليل المعادلة هي Y يساوي 900 دفع أولى زائد 400 مضروبة في الـ X قيم التعويض التي سنحتاجها للـ X والـ Y بالصفر وأيضا بـ 1 عندما نضع قيمة الـ X تساوي صفر يكون لدينا X يساوي 900 زائد 400 مضروبة في صفر 400 مضروبة في صفر بصفر زائد 900 يكون الناتج النهائي 900 فيكون لدينا هنا قيمة 900 عندما نضع قيمة الـ X بواحد عفواً الـ Y قيمة الـ X بواحد تكون قيمة الـ Y تساوي 900 زائد 400 في واحد ويساوي 900 زائد 400 في واحد بـ 400 فيكون الناتج النهائي 1300 300 إذن لدينا هنا 1300 قيمة الـ Y إذن النقطتين التي سنمثلها النقطة الأولى صفر و 900 والنقطة الثانية ستكون 1300 هذه النقطتين التي سنحتاج إلى تمثيلها الآن ما يختلف عن الأمثلة السابقة هو مقياس الرسم فقط في مقياس الرسم نحتاج إلى مقياس رسم بهذه الصورة هنا مثلاً واحد وهنا اثنين وهنا ثلاثة قيم للـ X للـ Y نضع مثلاً خمسمائة نضع ألف ونضع ألف وخمسمائة نقاطنا التي حصلنا عليها قبل قليل كانت النقطة الأولى صفر وتسعمائة هذه موقع النقطة صفر وتسعمائة وأيضاً واحد وألف وثلاثمائة هذه واحد وألف وثلاثمائة هذه النقطتين هي التي تمثل المعادلة المطلوبة بتوصيل هذه النقاط بخط مستقيم نحصل على معادلة ما يشتريه صلاح في عدد من الأشهر بهذا نصل إلى ختام درسنا نتمنى أن نكون قد مهدنا للدروس القادمة بشكل جيد نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته